تابع عليكم يا دكاترة النهاردة بإذن الله هنحل أسئلة الـ S-E-Q بتاعت Medioli-HID غير أن احنا هنواجه الضوء لثلاث أسئلة من الـ Practical عشان ما يزعلش منه وبعديها هوريكم مد 2022 وآخر حاجة هوريكم على الحاجات المهمة من الـ Lymphatic Organ مع شوية أسئلة منها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ونبدأ في أسئلة short answer questions وطالما جاي في الامتحان خمسة فهنحل مع بعض خمسة دلوقتي وعشان الامتحان قرب خلاص هنحل اتنين بايو وبعدها اتنين فسيو وبعد كده واحد أمية تحل معكم والتاني هسيبكم تحلوا الواحدين وأول سؤال معنا بيقولك Enemurate يعني عدد 3 hemoproteins يعني بروتينات بتحتوي على مركب الهيم ده وأكيد كلكم عارفين إجابته عشان هو موجود صراحة ده واللي عاوزي تبدع معنا في رقم الصفحة اللي هي تحت هنا على الشمال الهيموبروتينز دول اللي خلناهم مع درس الهيموغلوبين عرفنا أن هم يعني بروتينات مدمجة مع حاجة كمان والحاجة كمان بتاعتنا هي الهيم وبالنسبة لإجابتك فهتقول له كل المكتوبين هنا دول عندك الهيموغلوبين والميوغلوبين وحبة إنزيمات ولازم نقطع رفهم مع الفانكشن بتاعتهم عشان بيسألوا فيها في الامسي كيوز ثاني سؤال معنا كل اللي درسناه أصلا من درس الهيموغلوبين هو الجدول ده أخدنا السايت والفانكشن والفور ليفلس وفور ليفلس وفور ليفلس وآخيرا وعرفنا أن هم الاتنين مشتركين من نفس الترشي والاتنين ممكن يكون عندهم تمانية هيلسيز وممكن يكون عندهم والاتنين لهم علاقة بالأكسي دي الحاجات المشتركة اللي هتعملوا هتحفظوا الجدول عشان الامسي كيوز والسؤال بتاعنا بتاع الاسي كيوز خلصنا من البايو نروح للفيس وبيقول لك انتم عارفين اريثرو يعني أحمر مقصود بيها لكن بايوسيز يعني برودكش فهم عاوزين العوامل اللي ممكن تأثر على تصنيع فأكيد والله العوامل بتاعتنا هتكون لها علاقة بمكان مصنع ومكان مصنع الهربونات اللي بتحفز الاربيسيز والمواد الخام والهرمونات زادت نفسها والأكسجين المرتبط مع الهامجلبين بتاع الاربيسيز المهم الخامسة دول كنا من اختصرهم في ثلاثة اتش اكل وكبدأ اللي هم والهايبوكسيا والهرمونز والاكل بتاعنا اللي هو الضي والكبدأ اللي هي اللابر وضيش معاها كدني اللي اتنين ما كانت تصنيع الارث وبيوتين هرمون وبالنسبة للهرمونات دي اللي عاوز تذكرها فهتلاقيهم مكتوبين تحته اللي مختصرين في حرف كات يعني كورتزون واندروجين وثيرود هرمون والتاني سؤال في السيوليجي معنا بيقول والايرون ابزوربشن ان دمينشن انيميا طيب والايرون ابزوربشن مكتوب في ثمن نقاط هنا في صفحة سبعتاشر وباختصار كده هتقوله ان الفيرك ايرون اللي موجود في الاكل بيتحول لفيرس عم طريق الهايدروكلوريك اسد والاسكروبيك اسد اللي هو البيتومين سي وبعدها وبعدها بيروح فاكرين مديولي اللي اخدته في الترم الاول هو ده بقى والانتستن واخيرا البلازمي وكده تكون اخدت الدرجة الكاملة بازن الله عاوز تقوله انه بيتحول الاول لابه في الريتين وبعدها يتخزن كفي الريتين ما فيش مشكلة الاب والابن مش هزعله لو ما ذكرناهمش وبالنسبة لطيبو في انيميا فيها المايكروستيك انيميا ونفتكرها ان هي فيها يعني وبالنسبة لسؤال اول حاجة اخدناه خلص في المناعة المناعة الفطرية والمناعة المكتسب وكل اللي عليك تذكره هو محتوى الجدول ده مثلا مع هتقوله بالنسبة للخلايا فهي كل الخلايا معدل بالنوعين بتاعهم واستثنينة منهم وتقوله ان ديت اقوى عشان هي وعندها وبتتعلم والعكس مع المناعة الفطرية بس هي كانت يعني بتشتغل في لحظتها ومن بداية ما تولدنا وهي معانا اصلا ديت معناها بيبي باللاتين كده خلصت الخمس اسئلة بتاعنا بتاع الاس اكيوز ولكن واحد كما ممكن نسألك عليه بتاع والسكندري اميون رسبونسي فما تنساش تحطه في البال في صفحة رقم 77 بالنسبة للاسئلة فكان لازم اواجه نظركم لمحتوى الصفحة دي اولا بتاع والنورمل بتاعها ثانيا والنورمل بتاعها ولو بتطلبت ما بينهم فافتكرا بتاعت الاتنين رقم ضرب عشر وبالنسبة للرقم ده فمع الام سي اتش اللي اخرها اتش اللي هي الهيموجلوبين فهي الهيموجلوبين ومع الام سي في اللي اخرها في فالرقم هو البي سي في اخر وبي برضه هو نفسه الهيماتوكري وبالنسبة للاسئلة دي فاحفظها كده زي بهي بيقول لك ايه دور الهيدروكلوريك اسد في الديترميناشن مع السهل الهيموجلوبين لو درستوه اللي هو ده ودي صورة مهمة على فكرة هنا وبعدها اتنين لاترال وديت السهل ببت وهنا عشان بس لو جالكم تصوروا المهم ده لو سألك ليه بنحطه على الهيموجلوبين هتقوله عشان يكسر وعشان يكون الاسد هيماتين بس كده حفظها فنعرف كمية الهيموجلوبين باستخدام السهل لو عاليا لو واطيا بالنسبة لتاني سؤال فده حفظ بحث نفوش اي شرح تالت سؤال تالت سؤال بيقول لك علاقة الهيموجلوبين مع العمر هتقوله بيقل كل ما زاد العمر واخر حاجة هتقوله اول حاجة وستك يعني الخلية يقول لك حجمها طبيعي يعني الصبغة مقصود بيها الهيموجلوبين يقول لك كميتها طبيعية لو اي حاجة كتعالية هنقول عليها واي حاجة واطية نقول هايبو ده لما احنا بصينا على الاربسيزيا لقينا الكلام ده عليها نسبة الصبغة فيها الدية وحجمها الدية وده مش طبيعي فمنه العلية ممكن تقول من اسبابه بسبب خرابات المصنع بليزيا يعني تصنيع وايه يعني عدم موجود التصنيع اللي هو البون مارو يعني وهيموليتك يعني تكسير مبسوط بيها الاربسيز اما هو اللي بيتسبب النور موسيتيك نور موكروميك اناميا عشان الكرونيك كان مع والنوعين التانيين هتلوم ها في صفحة رقم واحد وعشرين اللي فيها حرف بسبب اما تلت نوع معنا فبسبب او لو كان مرض مناعي بقى كده ركزنا على شوية اسئلة عملي في حبة ملاحظاتها هي احد زمالينا كتبنا كزاه الله خير وارد دكتور اسناء المحاضرة بس انا مش مسئول معلش علي اغلق فيه وانتو كرؤوه بس عشان لو تسأل منه وبالنسبة الامتحان الفين اتنين وعشرين فزي ما انتو شايفين معنا تسعتاشر سؤال واحد من زمالينا جمعه بعد الامتحان جزاء الله خير واقفوا الفيديو وكراوا كل سؤال ما عجبته على اساس انه لو اتكرر بعض منه في الامتحان بتاعي وايوة نعارف رقم خمسة مش معلومة مذكورة في الكتاب لكن للأسف بيسألوا عليها فاعرفوها ولو جالكم من الخيارات بدل دية تختروها وبالنسبة للايه بقى هو هرمون ده فهو مقصود بيه الاريثروبيوتين هرمون بتاع الاريثروبيوسيس اللي خدناها في الفيسيوليج بالنسبة للمفاتيك أورجانس فأول حاجة هتدرسوها بالقلب هو الجدول ده مقارنة طب بين الليمفاتيك أورجانس متعارفين الليمفاتيك أورجانس كانوا كم؟ كانوا خمسة الليمفاتيك أورجانس والسبلين والتونسلس والثايمس ورقم خمسة البون مارو ولكن ما خدناهوش عرفتوا الجدول ده كخطوة أولة ممتاز قوي عرفوا بقى ان كلمة نيديولز معناها الفوليكل فلو جاب لك سيرة الليمفاتيك نيديولز هتقول له مقصود بيها الليمفاتيك فوليكلز اللي موجودة في الكورتكس بتاع البارينكما بتاع الليمفينول ولو جاب لك سيرة الليمفاتيك نيديولز فمقصود بيها الليمفاتيك نيديولز بتاعة الوايت بالب بتاعة الليسبلين وملاحوظها كمان في حاجة اسمها الباراكورتكس ديك بين الكورتكس والميضالة نسميها عشان مليانة بالتيلينفوسايتس واخر معلومة اضفوها في الجدول ده ان ديت ممكن نقول عليها ودي بتحتوي على زي مسلا والاربيسيز ومعليش يعرفوا كم من ديت منقول عليها اللي بو حرف الدبليو ده لحرف الام ودي بتحتوي على اللي ممكن نقول علي فليكلور ارتريول او سنترل ارتريول كده الحمد لله انتو خلصت اول اتنين مع اسألة وليلة عليه بس يعرفوا انه منه تات انواع اولا البلاطين وده الانتهابات فيها لما يقول لك ده عنده اللوز مقصود بيها البلاطين والتاني نوع معنا اللي تحت اللسان باللاتين يعني تنغ وده كل اللي فيها يعني عادية بس معها بالسنترل اما الفارينجال سلسلت نوع معنا فلما تبقى انفلمت بنقول عليها اللي هي اللحمية يعني وبالنسبة الاخر حاجة معنا فبيسألوا فيها كتير للأسف اعرفوا الحاجات اللي انا عملت لها دية هي مش حاجات كتير على العموم اللي بس مركزين على الاسئلة بتاعتها تمام يا دكاترة وهنا كده اكتر جزء مهم في الطايموس بالذات والفنكشن مع الهرمونات سلبة فاكرين الملف ده لما كنت حليته معكم في قبل فيديو مع ملخص وحتطلقكم رابط النوف تحت الفيديو في وكنا لاحزنا من اول سؤال رقم تمنتاشر وهم عادين بيتكلموا في وما كناش ذكرناها كلها ساعتها فوقفوا الفيديو دلوقتي وحاولوا تحلوا الاسئلة مش هتلاقي الاسئلة صعبة بازن الله كلها من الملخصات اللي احنا عملناها بالذات الجدول اللي انا شورت لكم عليه وكده خلاص الحمد لله خلصنا سلسلة فيديوهات اللي عاوز بازن الله يشوف الميديوهات التانية او يشوف البليليست كلها بتاعت ال HID فهيلاقيها على قناة يام نوت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين